أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور عاد العدوي أنه سيتم صرف عقار سوفالدي اليوم لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي سي داخل ثمان وحدات بثمانية أفرع على مستوى الجمهورية بالهيئة العامة للتأمين الصحية يذكر أن هذه الخطوة تعد الأولى بالنسبة للهيئة العامة للتأمين الصحي فيما تعد الخطوة الثالثة بالنسبة للبرنامج القومي لمكافحة الفيروسات الكبدية حيث شملت المرحلة الأولى ثمانية مراكز للصرف كما شملت المرحلة الثانية ثمانية مراكز للصرف أيضا وبذلك يصبح إجمالي عدد المراكز التي يتم فيها صرف عقار سوفالدي 24 مركزا على مستوى الجمهورية